كانت نهود برضو كلمت فيه من شوية وقالتها لك في صيغة إحنا مش لقيل حد يدربنا ليه كمنتخب إيه اللي حاصل بقى على الصعيد ده كابتن بحمول أعتقد برضو التجربة بتاعت الكابتن إهاب جلال يعني بتفاصيلها يعني في الفترة الصغيرة اللي تمت فيها برضو خلت اللي فيه قلق شوية في المسؤولين في اتحاد الكورة وعايزين الاختيارات تكون يعني صائبة وتكون نكحة يعني بإذن الله فديمكن عاملة شوية تردد شوية في الاختيار واعتقد ده هذا طبيعي يعني بعد التجربة دي بتواصيلها محتاجين يبقى فيه تركيز كويس والاختيارات تتم بشكل كويس ومنتخب مصر طبعا عنده مسؤولات كبيرة للفترة اللي جاية فطبيعة تبقى فيها تقن شوية ولازم بقى فيه صبر ودراسة جيدة ويعني تتم بشكل كويس عشان في النهاية الاختيار يكون موفق إن شاء الله